شبين فرام فتوح ومثل ما قلت لك ما فيش حاجة أخرى من غير صحة المواطن هذا ما أعلن عنه وزير التجارة بنيابة عبد المجيد تبون فيما يتعلق بملف العشابين الذي لم تفصل الحكومة فيه بعد حيث أحيل ما يزيد عن ألف تاجر مزاول لهذه المهنة على البطالة وخسائر مادية تتعدى 200 مليار سنتيم هذا ما كشف عنه الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمحترفي النباتات والمواد الطبيعية ممكن نرانا في 300 ولا 250 ولا 280 يعني يوميا يوميا تغلق المحلات وخاصة على مستوى العاصمة ومؤخرا ولاية بومرداز أكثر يعني من 200% إلى ألف بطال إضافة إلى هذا هناك إيجار المحلات ره يمشي هناك سلع مكدسة في طريقها إلى صلاحيات نفاذ صلاحيات استعمالها التي ربما أحصيناها بأكثر من 200 مليار هذا وقد عدات الفيدرالية وزارة التجارة لفتح باب الحوارة أطلب من السيد الوزير وزير التجارة ويد كأمين عام لهذه الفيدرالية ممدودة إلى هذه الوزارة المعنية أن نكون شركاء فعالين في تنظيم وتقنين وتطوير هذه المهنة وفي انتظار أن تصدر وزارة التجارة خلال الأسبوع القادمة مرسوما وزاريا يقنن المواد المحضورة التي يبيعها هؤلاء العشابين يبقى عدد كبير من هؤلاء التجار يتكبدون خسائر مادية معتبرة ترجمة نانسي قنقر